أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم من جديد في هذه الحلقات وهذه القصص التي نستخلصها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرية كانت في زمن من تاريخ بني إسرائيل الله عز وجل طلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود الذين في المدينة عن هذه القرية ويسألهم عن قصة هذه القرية وعن أخبارها وعن أحداثها لأن اليهود في المدينة أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكان يختبرهم ويسألهم بعض الأسئلة ويجيبهم عليها حتى يتأكد أنه رسول الله وكانوا يعرفون أنه النبي في قرارة أنفسهم لكنهم أنكروا بالظاهر أي قرية هذه قرية تعيش على ساحل البحر قالوا اسمها أيلة قالوا عند مدين قالوا أسماء كثيرة الله أعلم وليهمنا أي قرية هذه المهم أنها كانت على شاطئ البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وبنوا إسرائيل في زمن موسى عليه السلام وما بعد زمن موسى وما قبل زمن موسى عليه السلام كان اليوم المعظم كما في كل الأمم من قبل يوم الجمعة هو اليوم المحرم لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض وجعل الأيام سبعة جعل يوم الجمعة هو اليوم العظيم فيها هو اليوم المخصص لعبادات ليست في غيرها فضلت اليهود وضلت النصارى فصار لليهود يوم السبت ضلوا عن يوم الجمعة وصار للنصارى يوم الأحد ضلوا عن يوم الجمعة إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أي أنهم أضاعوا يوم الجمعة فضيعوا هذا اليوم وصار يومهم يوم السبت فحرم الله عز وجل عليهم فيه كل شيء كل أنواع العمل القتال الحرث الحرث الزرع الصيد المعاش كله صار حراما عليهم يوم السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أي تعدوا وتجاوزوا على يوم السبت كانت هذه القرية تعتمد في معيشتها على صيد السمك من البحر ناس بحارة يذهبون للبحر يصيدون السمك ويعيشون عليه بيعا وشراءا وأكلا ومعاشا حياتهم كلها على هذا السمك يصيدون من الأحد إلى الجمعة فإذا جاء يوم السبت توقفوا توقفوا السبت كله من ليلته إلى غروب شمسه ومع مرور الأيام ولأن السمك خلق من خلق الله عز وجل تعود السمك أن يقل في الأيام كلها فإذا جاء يوم السبت الذي لا يصاد فيه تكاثر السمك وانتشر السمك بل كان يأتي إلى أحدهم يستطيع أن يمسكه بيده لكنه لا يفعل لأن يوم السبت عليهم حرام إذ تأتيهم حيتانهم أسماكهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم اختبار كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أي أن الله عز وجل ابتلاهم بظلمهم بفسقهم بفجورهم بنو إسرائيل كانت أمة معاندة مكابرة الله يأمرهم بذبح بقرة يجادلون أي لون ما شكلها ما عمرها ما صفتها ما هي يبدأون يجادلون فذبحوها وما كادوا يفعلون الله يرزقهم المن والسلوى ما يقبلون نريد البصل والفوم والعدس أمة ظالمة أمة فاسقة يسألون موسى عليه السلام ماذا يأمرك ربك هل تظنون أنهم يريدون الأمر لينفذوه لا يريدون أن يعرفوا الأمر ليخالفوه وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أمة عجيبة غريبة للتو نجاها الله عز وجل من فرعون ما صدقوا قالوا فرعون ما يموت فنجى الله جثته حتى يروا جثة فرعون بأعينهم فلما رأوا جثة فرعون صدقوا وما إن خرجوا من البحر إلا قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الله أكبر الله ينجيكم وتكفرون به الله ينعم عليكم ولا تريدون نعم الله عز وجل أمة غريبة حتى كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبر أي نبي صابر على قومه مثل موسى عليه السلام على بني إسرائيل الله حرم عليهم يوم السبت وفتح لهم كل الأيام الأخرى لكن ابتلاهم الله عز وجل لفسقهم ولفجورهم فكانت الأسماك يوم السبت تطفح تتكاثر تتجمع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هكذا بعض الناس اليوم لما يفعل الحرام تنفتح للأبواب كلها إذا أراد أن يتوب أغلقت أمامه الأبواب ليش لأن هذا دين الله عز وجل يريد أن يعرف الصادق من الكاذب ولو كانت الجنة قد حفت بالشهوات كل الناس دخلوا الجنة ولو كانت النار حفت بالمكارة ما حد دخلها لكن الأمر صار العكس حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات ابتلاء واختبار السمك يوم السبت يجلسون عند النهر وعند البحر يرون الأسماك لو الواحد مدئدة لأخذ ما شاء وهم محرومون وتخيلوا موالا عندهم الأسماك ست أيام لا محرومين يمكن من الأحد إلى الجمعة ما يصيدون سمكة واحدة ثم يأتي يوم السبت فتتكافر الأسماك كلها لكنهم لا يستطيعون أن يصيدوا منها سمكة واحدة لكنهم عدوا وتجاوزوا وظلموا في يوم السبت هذا سووا واحد منهم من بني إسرائيل رجل ما تحمل قال أنا لمتى أنظر للسمك وما أقدر أكلها شنو هدين هذا أي شريعة هذه طيب إذا كان يوم السبت ممنوع أنا ما رح أصد يوم السبت إيش رح تسوي قل راح أضع شباكي يوم الجمعة وما أخرجها ليلة السبت قبل غروب الشمس ليلة السبت أضع الشباك ويوم السبت تتكاثر الأسماك وانت دخل في الشبك متى يأخذها في ليلة الأحد أول ما تغرب شمس يوم السبت يأخذ هذه الشباك وقد امتلأت بالأسماك ما صدت يوم السبت أنا أنا وضعت الشباك يوم الجمعة وأخذتها يوم الأحد ما صدت يوم السبت حيلة خبيثة يهودية حالها كحال اليوم من يتحايل في هذه الأمة يتحايلون على الخمر يسمونها بغير اسمها يتحايلون على الربا اليوم اللي يبيئك الربا يدور له طريقة يدخل له سيارة يبيعه ويشتريها لا اشتر سيارة ولا باع سيارة لكن يبيعون ويشترون بشيء اسمه العينة وهي مثل الربا بل أشد من الربا نفسه هذا فيه صفة من صفات اليهود الذين تحايلوا في صيد السمك اليوم يتحايلون في البيع والشراء يدرن حرام يعرف أنه ربا لكنه يبحث عن فتوى تبيح له هذا الربا فيتحايل ويتلاعب معنا نفس الشيء هكذا ربا وهذا الأمر أيضا من الربا حتى في العلاقات بين الأزواج تحايل بعض الناس اليوم طلق زوجته ثلاثا لا يحل له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره شي سوي يتفق مع واحد تزوجها وطلقها علشان تزوجها المحلل تيس المستعار هذا المحلل هذا نفس الشيء نفس فعل اليهود الذين يتلاعبون بالدين يعرفون الشيء حرام فيتحايلون عليه ويظنون أنهم يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فكان لما يأخذ السبك الناس ما عندها يروح البيت يشوي بالسر عشان ما أحد يشوفها يحط للشبك وليلة الأحد يأخذها بالسر ويذهب إلى بيته فيشوي السبك ويأكل شم الجيران الرائحة فذهبوا إليه وطرقوا الباب من أين لك السبك فأخبرهم بالخبر فلما علموا أنه فعل وما نزلت عليه عقوبة تكالب الناس على البحر كلهم يصطادون يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد فلما مرت الأيام وشافوا ما في عقوبة قام يصيدون حتى يوم السبت إذ يعدون في السبت أي تجاوزوا على يوم السبت واعتدوا على حرمة الله عز وجل وتجاوزوا حدود الله ووقعوا في المنكرات ولم يبالوا هنا انقسم بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام قسم وثاني وثالث في تلك القرية وتلك المدينة التي كانت على شاطئ البحر ما هي هذه الأقسام الثلاث؟ وما دور كل قسم في هذا المنكر العظيم؟ وهذا المحرم الظاهر؟ وهذه المجاهرة بالمنكرات؟ ماذا فعل البقية؟ وكيف انقسم الناس؟ وما هي الثلاثة أقسام؟ ثم ما عقوبة أو مكافأة كل قسم من هذه الأقسام الثلاث؟ هذه القرية التي كانت حاضرة البحر إلى أن ننتهي من قصتها العجيبة ومن عبرها العظيمة خلكموا أيانا لكن نرجع لكم بإذن الله بعد انقسم الناس في تلك القرية إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الذين وقعوا في هذا المنكر الذين فعلوا الحرام في البداية كان سراً ثم تجرأوا شيئاً فشيئاً فصار الأمر مجاهرةً مكابرةً في البداية كانت حيلة يوم الجمعة ويأخذون يوم الأحد بعداً تجرأوا وبدأوا يصطادون حتى يوم السبت هذا القسم الأول في بني إسرائيل الفسقة الفجرة الظلمة القسم الثاني هم الذين أنكروا عليهم قالوا لهم اتقوا الله ما تفعلونه حرام الأمة التي أمرت بالمعروف والتي نهت عن المنكر وهي خير أمة أخرجت للناس الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الذين قالوا حرام وما يجوز وهذا فعل عظيم ويستحق اللعنة من الله جل وعلا وبدأوا ينكرون عليهم هناك قسم ثالث سمه القسم المتفرج دائماً هكذا فلهو الذي أتى المنكر ولهو الذي منع أهل المنكر ويا ليتهم أصلاً سكتوا جاءوا إلى الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فأخذوا يثبتونهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً لم تعظون قوماً الله مهلكهم لم تنكرون عليهم والله رح يعذبهم شعلك منهم ناس ضالة ناس فاجرة وناس فسقة وما رح ينفع فيهم النصيحة خلوهم اتركوهم هذا قسم للأسف قسم فاشل قسم مثبت قسم يا ليتا سكت وكره بقلبه لا ويذهب إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويبدأ يثبتهم ويبدأ يكسر مجاديفهم يبدأ يمنعهم عن الدعوة إلى الله جل وعليه أخي اسكت وجلس في بيتك اكره بقلبك وبتعد لا حتى هذا يا ليتا فعل يأتي إلى الدعاة إلى الله جل وعلا يخوفهم ترئذونكم يسجنونكم يفعلون فيكم اتركوهم لم تعظون قوما لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فرد الدعاة إلى الله رد الآمرون بالمعروف أن هنا عن المنكر صمام الأمان في المجتمع رد على هؤلاء المثبتين رد على هؤلاء الذين لا هم لهم إلا منع الدعاة عن أداء دورهم ما قالوا لهم قالوا معذرة إلى ربكم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون سببين جعلانا ننكر عليهم أولا معذرة إلى ربكم حتى نأتي يوم القيامة وإذا سألنا الله عندنا جواب نعذر أمام الله يوم القيامة لأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب إذا لم يقم به البقية تحمل الكل الآثام وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع فإذا جئنا يوم القيامة كان لنا عذر عند الله معذرة إلى ربكم السبب الثاني ولعلهم يتقون نحن لا نيأس من الناس أبدا لا نيأس حتى من المشركين لعل الله يهديهم لا نيأس حتى من المحاربين لنا لعل الله يهديهم لا نيأس حتى من عبدة الأبقار والأحجار والأصنام والقبور والنيران والكواكب لا نيأس لا نيأس حتى من العلمانيين لعل الله يهديهم لا نيأس حتى من الشاذين جنسيا قد يهديهم الله جل وعلا لا نيأس من إنسان معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون نعم قد الله يهدي فيهم ولو واحد ولن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون انقسموا ثلاثة قسم عصا قسم آميرين بالمعروف ناهي على المنكر قسم ثالث متفرج ساكت ما لشغل بحد مع الأيام الدعاة إلى الله خافوا هذين رح تنزل عليهم لعنة رح ينزل عليهم عذاب أكيد ايش نسوي نجعل بيننا وبينهم حاجزا ما نخالطهم ما نؤكلهم ما نشاربهم ما نساكلهم صح عيال عمنا وجماعتنا وأقرباءنا لكن المعصية فرقت بيننا خلاص إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح طيب ايش رح نسوي وكانوا يعيشون في حصون قال نجعل في حصننا سورا بيننا وبينهم سور فيه الدعاة إلى الله ومن سكتوا معهم اللي ما عصوا ربهم بعد السور فيه العصات الذين يخرجون يوم السبت ويصطادون ما شاء جعلوا بين هؤلاء وهؤلاء سورا ومرت الأيام ومرت الليالي والله عز وجل يمهل الناس في ذنوبهم ومعاصيهم حتى ضعيف الإيمان يتبين يتبين وقوي الإيمان يثبت ويظهر في يوم من الأيام وطلعوا الصالحين الدعاة واللي معاهم وطلعوا من حصنهم كالعادة الفجر لعملهم ولزراعتهم ولصيدهم يوم الأيام العاديا خرجوا وما شافوا أحد طلع من الحصن الثاني تعجبوا شفي يوم تأخروا اليوم ما في أحد استقظوا الصباح بعد ساعة وساعتين ما حد خرج قال أحدهم اطرقوا عليهم الباب لعلهم نيام أيقظوهم طرقوا الباب ما فتح الباب أحد قالوا ما رأيكم أن يتسلق الجدارة السور واحد يتسلق يفتح لنا الباب نفتح لهم الباب صار فيهم شيء تسلق أحدهم الجدار من الصالحين وفتح الباب وإذا حصنهم كله مليء بالقردة لم يكن فيه إنسي واحد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يا للصدمة يا للهول سمعنا بلعنات لكن لعنة مثل هذه الأمر غريب صدم الجميع من هذه اللعنة أي لعنة نزلت على العصات في ذلك الزمن مسخهم الله عز وجل قردة وفي الآية الأخرى جعل منهم القردة والخنازير قيل الشباب قردة والشيوخ خنازير وإذا بالقردة يذهب كل واحد منهم إلى أخيه المؤمن الصالح أو بن عم له من أقربائه من الصالحين الذين كانوا ينصحونهم فيأتي عنده الإنسي ما يعرف من هذا القرد لكن القرد يعرف وهو لا يستطيع الكلام فيأتي إلى ابن عمه فيشمه ويجلس عنده يبكي فيقول له الإنسي ألم ننهكم عن هذا ألم ننصحكم أن لا تفعلوا فيهز أحدهم رأسه وهو يعلم أن لعنة الله قد نزلت عليه تخيل هذه اللعنة ينام الإنسان بشر ويستيقظ لعنه الله ومسخه فقلنا لهم كونوا قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ما الذي يضرهم لو استمعوا إلى الصالحين شي صد فيهم لو توقفوا يوم عن الصيد ستة أيام يصيدون ما الذي ضرهم لو اقتصروا على الحلال وتركوا الحرام لعنهم الله وأي لعنة تلك اللعنة الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الدعاة الآميرين بالمعروف الناهين عن المنكر الله أنجاهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الله عز وجل يقول هؤلاء نجاهم الدعاة وهؤلاء عذبهم ولعنهم وجعلهم قرادة وخنازير طيب صنف الثالث اللي كانوا ساكتين ما أنكروا على الفسقة الله عز وجل سكت عنهم ولم يتكلم الله عز وجل عنهم الله أعلم بمصيرهم هل صالوا قرادة مثل الفسقة أو نجاهم الله لأنهم كانوا يعلمون أن الأمر حرام الله أعلم هذا علمه عند الله جل وعلا لكن الأكيد أن الله نجى الدعاة نجى الأميرين بالمعروف ونجى الناهين عن المنكر وهذه فضيلة لكل من أمر بالمعروف ولكل من نهى عن المنكر سيأتي زمان على هذه الأمة يخرج أقوام فيها عند جبل في بر أو صحراء أو مزرعة أو ما شابه معهم الخمور والنساء والقيان والغناء والطرب يبيتون في سخط الله يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير سيكون في هذه الأمة كما كان في بني إسرائيل فليحذر الإنسان أن يتحايل على أمر فيه معصية ربا خمر زنا أي معصية من المعاصي ليتق الله جل وعلا والمسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فكل قردة بني إسرائيل ماتوا وكل خنازيرهم ماتوا ولم يتناسلوا لكنها كانت عقوبة ولعنة من الله جل وعلا اسأل يا محمد اليهود عن هذه القرية وأخبارها وعبرها وفوائدها وحكمها أسأل الله أن يمفعنا بها وأن يثبتنا على دينه نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة